طبعا ببنازويك كمان منتخبنا الأول وكتألق محمد شريف مع منتخبنا الأول كمان في عندنا منتخب الشباب منتخب الشباب اللي بيخوده الكابتن ربيع ياسين بيستعد طبعا لبطولة كبيرة بطولة شمال أفريقيا في تونس البطولة دي هي اللي بتأهل منتخبنا ان شاء الله لكاس الأمم الأفريقية المقامة بموريتانيا في 2021 منتخب الشباب ان شاء الله بكرا يقابل فريق البنك الأهل ده مباراة ودية كابتن ربيع ياسين بيعملها أمام البنك الأهلي دي الساعة 3 بكرا في ملعب أكاديمية الشرطة احنا عارفين كمان شارك في تدريب المنتخب النهاردة ريتشارد ريدا وصلاح ريدا دول اتنين لعيبة ويمكن كان الفترة اللي فاتت كان فيه وكابتن ربيع بصراحة بمجهود رائع حتى مش متابعة اللعيبة المصرية بس اللي داخل مصر لكن كمان المحترفين اللي بره أو الولادي اللي بيلعبوا بره في أكاديميات بره دول اتنين لعيبة كانوا بيلعبوا في أودونيزي فريق طبعا الرديب فريق الشباب في أودونيزي الفريق الإيطالي وانضموا بشكل رسمي لقائمة الفرعنة هو عايز كمان يتفرج عليه مباراة بكرا مباراة ودية كابتن ربيع بيحاول بقدر الإمكان بشكل كبير جدا جدا انه يجمع الفرقة بشكل كبير انه يعمل مباراة ودية انه المعسكرات تكون معسكرات تأهل كابتن ربيع فيه فرق كبيرة جدا فيه عندنا تونس والمغرب والجزائر وليبيا كل دي فرق حيقابلها كابتن ربيع سين من خلال الدورة اللي هتقوم في تونس وبالتالي عايز يشوف كل اللعيبة عايز يشوف كل المجموعة وكمان كان حريص جدا او طلب بشكل رسمي من اللجنة الخماسية انه تتيح حتى الصفر بدر شوية علشان يتعرف على الاجواء هناك في تونس يبقى عنده شكل استعدادي بشكل منظم كمان طلب من اللجنة الخماسية زيادة عدد اللعيبة احنا عارفين طبعا فيروس كورونا والإصابات طالب انه هو يسافر بـ 26 او 30 لعيب في حالة لو اي لعيب اتصاب يبقى عنده البديل الجاهز احنا طبعا بنتمنى هنا من قناة النادي الاهلي بنتمنى كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين اللي عامل موجود اكتر من رائع ويمكن فترات الاخيرة كان فيه عدم اهتمام بهذا المنتخب بشكل كبير جدا لكن الكابتن ربيع ياسين يعني معودنا انه رجل البطولات ورجل المهام الصعبة نتمنى له التوفيق ان شاء الله بسيان في بطولة صعبة في تونس يعني طبعا حريص وهو بيعمل كل حاجة بنفسه صحيح وبيدي كل حاجة حقها حتى لو ما كانش يدوره وانتو ممكن سمعتوه اكتر من مرة هنا في البيت الكبير كان عنده مشاكل هو بيوجهها بنفسه بيعمل على حلها مش بيستنى حتى لو كلم مسؤول هو بيجري هو بيسعى فعايزين كمان نفكر حضركم انه اي مباراة بيلعبها النهاردة منتخب مصر للشباب هيلعبها الساعة اثنين بتوقيت القاهرة هنا فطبعا كل توفيق للمنتخب هايبقى اول مباراة مباراة امام المنتخب الليبي عطاكم مع ليبيا بس ان شاء الله يعني بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه الدورة دورة شمال افراقيا يمكن كمان نعرف الجماهير النهاردة بقرعة البطولة او نفكرهم بيها مرة تانية مباراة منتخب مصر القرعة بتصفر عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظير الليبي زي ما انت قلت كابتن هان يوم 15 ديسمبر اللي جاي على ملعب المنزة بعدين هنلاعب تونس يوم 18 ديسمبر على ملعب رادس والمباراة تلتة هكون مع الجزائر يوم 24 على ملعب المنزة كمان وبيختتم منتخبنا للشباب مبارياته في البطولة بمواجهة المغرب يوم 27 ديسمبر طبعا برضو هيكون على نفس الملعب كل المباراة هتلعب الساعة اتنين الظهر بتوقيتنا هنا اكيد اكيد زي ما احنا شايفين البطولة صعبة يعني خلينا يعني هاخد من وقت حضراتكو بس دي اتين لان انا مررت بهذه التجربة قبل كده مع منتخب الشباب ومنتخب الولومبي كل طبعا التوفيق لمنتخباتنا كلها لكن دايما بيكون التركيز على المنتخب الاول منتخب الولومبي حتى يعني الحمد لله واخد شكل كويس لان البطولة كانت مقامة في مصر لكن منتخب الشباب وخاصة منتخب الشباب مع كابتل ربايا سين منتخب واعد عنده لعيبة مميزة لكن كمان مساعدة الانندية لكابتل ربايا سين كانت يعني ما كانتش بالشكل الجيد اتحاد الكورة واللجنة القماسية لازم تهتم بهذا المنتخب بشكل كبير جدا دايما بنتكلم على تواصل الأجياء المنتخبات الشباب اللي بتسلم منتخب الولومبي اللي بتسلم منتخب أول ما نبصش دايما يا جماعة لرأس الهرم أو القمة لازم نبص تحت شوية الاهتمام بالقاعدة انا في اعتقادي اهم كتير جدا جدا من الاهتمام بالقمة القمة هتبقى كويسة اما يكون عندنا قاعدة كويسة يبقى عندنا منتخب شباب يبقى عندنا منتخب إلومبيا هايل عندنا منتخب مصر على مرة عشر سنين يكون على مستوى المسؤولية كل التوفيق لكابتن ربيع ياسين إن شاء الله مشوار عارف مشوار صعب لكن دعواتنا وإحنا عندنا ثقة في حضرتك وعندنا ثقة في اللعيبة إن شاء الله تتوج بالبطولة وتصعد إن شاء الله لنهايات الأمم الأفريقية السنة اللي جايز